هذا وأكد عدد من أعضاء السلطة التشريعية أن العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة هي إرث تاريخي من الروابط القوية التي ترتكز على قواعد راسخة من المحبة المتجذرة عبر السنين في الواقع في هذه المناسبة أيضا يسرني أن أتقدم لدولة الإمارات قيادة وشعبا أيضا بمناسبة مرور الخمسين عام على تأسيس دولة الإمارات وهي مناسبة عزيزة وما تشهده دولة الإمارات من تقدم وازدهار ونمو في كل المجالات لا يشار له بالبنان من كل العالم الإمارات الآن أصبحت دولة قوية راسخة جدا في كل المجالات وسياستها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية أصبحت مضربا للأمثال نتمنى لهم كل التقدم من ناحية أخرى العلاقات البحرينية الإماراتية على المستوى التشريعي أيضا علاقات قوية جدا هناك الكثير من الزيارات المتبادلة وما يشهد على ذلك الزيارة الأخيرة لمعالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي سعادة الأخ صقر غباش لا هي دليل على عمق العلاقات في هذا المجال بداية يسرني أن أرفع أسماء آيات التبركات إلى قيادة شعب الإمارات العربية المتحدة وأنهم باليبيل الذهبي لتأسيس هذا الكيان الحبيب على قلوبنا نحن في مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا طبعا هذا اليوم هو يوم تاريخي لأنه ليس فقط يوم استقلال الإمارات ولكن أيضا يوم تكوين هذا الاتحاد الذي أثبت بأن هذه الدولة الفتية استطاعت خلال خمسين عام أن تنجز الكثير وأن تكون محط أنظار دول العالم بمناسبة ذكرى العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة أتقدم بأسماء آية التهاني والتبركات لغيادة وشعب الإمارات العربية المتحدة الشغيقة ولا يفوتني إلا أن أترحم على باني دولة الإمارات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ذراه مع تمنياتي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة وإلى سمو الشيخ محمد بن زايد وأخوانهم بالتوفيق لبناء دولتهم الإمارات والبحرين بلد واحد ما يربط الإمارات والبحرين روابط أخوية مستقر سياسية شعبية وهي نموذج أصلا للعلاقة بين كل البلدان العالم لذلك هذا اليوم الوطني الإماراتي هو يوم بمعنى الكلمة للبحرين والكلب بحريني وهي مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعا ونهنيهم إلى مزيد من الزدهار والتوفيق إيرب العلاقة التاريخية ما بين مملكة البحرين ودولة الإمارات تمتد لجذور قديمة ومتجددة نشاهد هناك حكم العلاقات ما بين الشعوب فالإماراتي البحريني والبحريني إماراتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر